يواصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته لإقليم كردستان التي بدأها الخميس إذ وصل اليوم إلى مدينة السليمانية واجتمع الكاظمي فور وصوله بمحافظة السليمانية وبعدد من مسؤوليها المحليين وكان الكاظمي قد عقد اجتماعا صباح اليوم برئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني في أربيل عاصمة الإقليم وقالت رئاسة الإقليم في بيان إن الاجتماع تناول بالبحث أوضاع البلاد عموما والقضايا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من أربيل ينضم إلينا مراسلنا غسان خضر إذن غسان هي زيارة مفصلية وسط الكثير من القضايا العالقة هل سيكتب للكاظمي ربما النجاح في حال حالة هذه الملفات الشائكة؟ يعني زاهر على ما يبدو لا إلى الآن لا يوجد أي أو لم يصدر تصريح أو لم يكن هناك مؤتمر صحفي يلخص أو يجمل الأمور التي طرحت في هذه الزيارة أيضا كان هناك تصريح بالأمس لرئيس وزراء أقليم كردستان مسرور بارزاني قال نأمل بحل الخلافات وأيضا قال بأن مشكلة إقليم كردستان مع بغداد لا تتعلق فقط بموضوع رواتب الموظفين أو تصدير نفط هناك مواضيع أخرى تتعلق بنشر قوات البشمرقة في المناطق المتنازع عليها بالأمس أيضا كان الكاظمي زار معبر إبراهيم الخليل وأيضا زار بعض مخيمات النازحين في منطقة يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني في الحقيقة هنا زاهر مراقبون ليسوا متفائلين كثيرا بهذه الزيارة يقولون بأن الكاظمي هو رئيس وزراء مؤقت تنتهي ولايته قريبا وبالتالي أي اتفاقات تحصل الآن ربما لا يتم الالتزام بها في الفترة اللاحقة كما أشرت بالأمس كان هناك تفاؤل لكن اليوم ربما التفاؤل هو أقل لأنه لم تصدر أي مخرجات عن هذه الزيارة ظاهرة بالتأكيد سنتابع معك مخرجاتها أولا بأول غسان خضر مراسلنا من أربيل ترجمة نانسي قنقر